احبتي في الله دائما على بركة الله ما زلنا موصلين معاكم برنامج ناس وحراس من هنا من الواد من الطريق الى المسجد الاقصى المبارك دائما هنا الناس الذين يقولون دائما نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون صباح الخير حاج تعرف حضرتك انا بعرفك انت اشهر من نار على العالم اهلا وسهلا تشرفنا فيك احنا رمضان كريم اول اشي كل عام انت سالمين من مصر هذا رمضان حقيقة حتى علينا هذا الشهر بظروف افضل ووضع اهدى وبتكون تحرر الاقصى والمصر ان شاء الله وكأنه الدنيا مش رمضان وكأنه عقرب الساعة وقفت ليس ظل هذه الظروف اللي بعيشها الوطن اللي بعيش تطاع غزة اخوتها في الضرفة الغربية من الشمال للجنوب يعني ها بسنة غير مسبوقة تاريخية غير مسبوقة ولسه الله تعالى انه وحد الصف ووحد الكريميه ويحرر الاصرعين وصرع انت يا حاج معروف انك رجل اصلاح في القطس حقيقة مرات ترى الواحد تحت شعار عصبية انه صايم بيفتعل المشكلة بيفتعل كده انت كزلمة مسؤول في البلد عن مسألة الاصلاح واصلاح ذات البين بين الناس كلمة منك جميلة حقيقة انا هذه عملية انه يفتعل مشكلة على اعتبار انه صايم على اعتبار انه واخد عن الصين يعني حقيقة انا في نظري طبعا ان كل انسان فيه الوانطق فيه وجهة نظره وجهة نظره في الحياة انا بقول قدر اقبع من ذا لانه اذا انا بدي اصوم و بدي احمد اطمي جميلة على صيامي فليس لليه حاجة لا في صيامي ولا في قيامي انا انسان يعني الاصل في الصيام انه يهذي بالنفس البشرية انه يطوعها يخليك انه يعني بدل ما تتحكم فيك العادة والتقاليب انت بتكون متعود عليها على مدارة عشر شموط هذا الشعر بيجي بها نجلبها بلقيها بصفضيها بذلك تعيشها بطريقة روحانية تقبل الله منه بنا اكيد اكيد حاج عبد بارك الله فيك ونسأل الله من هذا المتائل الطاهر انه يتقبل دعواتنا في النصر بإخواننا المجاهدين في سبيل الله سبحانه والتعالي مارح الله فيك رغم الهم ورغم الجرح نحن هنا بقول لا مناصة لنا ولا أرض ولا سماء سوى أرض وسماء القدس بكل مقدساتها وشوارعها وأزقتها يا الله سلام عليكم كيف تطبخي لأولادك هل انت من النوع البالغ في الطبيق لا أكيد على الأد فعلا بالأخص رمضان هل يخطر بالأكل يعني سار إذا بدو يزيد الأكل يحس انه مضنب دم لما بشوفها الصور ضمير وصف الله يعين الله يعينه الله يجبر دائماً يجبر ربعنا الله يعينه بس هذا الحكي اللي احنا منحكيه ما بيعنيش انه الإنسان يقول والله عشان الوضع أقطع الرحل لا أكيد شو رأيها فهم نوضعها هذا عشي تانيه لازم يزيد لازم يزيد ويواسيهن بهذا الوضع الله يرساعدكم شو بدك تشتري مألة آلة فلافل شو بدك إذا جاوبت على السؤال هناك معنى السؤال إن شاء الله وعليه جائزة بإذن الله كيف معلوماتكم بالقرآن؟ إن شاء الله إن شاء الله في أي سورة من سور القرآن الكريم تم ذكر اسم نبيين في آخر السورة نبيين ورا بعض التغشيشة بتقول أولهم أبو الأنبياء مين أبو الأنبياء؟ محمد إبراهيم حي سعد صباحكم كل عام أنتوا بخير يا ربي قلنا يرضى عليكم أيوة عيسى إبراهيم وامو موسى إبراهيم إبراهيم وموسى إبراهيم وموسى إبراهيم وموسى في سورة الأعلى سبح اسم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف يا صحف تبدو هاي الصغار رشة شو لكم يا الزلمة جاوبوا صح؟ أكيد أعطيهم جائزة يعني؟ خلص أنتوا حكمتوا علي أهلا وسهلا لكم في قلقيلة أو فلسطين كل الأهل في القدس هون دائما منقول نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتوني تشوف هاي جذور دائما هاي مقدمة لكم مدهده عطول مش إلك إذا الجوابت إيه إذا جوابت برنامج ناس الحراس بقدملك هاي الجائزة بالنسبة شعر رمضان المبارسة كل عام وإنتم بقالب خير دائما والله يهدي البال بالنا وبال أهلنا في غزة الحبيبة الله يبارك فيك وإحنا والله منتشرف فيه حياكم الله نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون باقون هنا لا مناص لنا لا أرض ولا سماء إلا أرض وسماء القدس ولدنا هنا ونريد أن ندفن هنا بجوار الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وآلهم والحمد لله رب العالمين مواصلين برنامج ناس وحراس من الواد إلى المسجد الأقصى المبارك من القدس من هنا من كتف الواد وسوق هان الزيت في داخل البلد القديم في القدس من طريق الواد المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك مواصلين معكم برنامجنا برنامج ناس وحراس هؤلاء الناس والحراس الذين يقولون دائماً نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامات السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تعرف على حضرتك نظمي أبو صبيح أهلا وسهلا سهلا البلد القديم نظمي أبو صبيح أنت صاحب محل تجاري ولا يخفي على أحد أن من خمس شهور ونص زيروا دخل القدس تعاني مع غزة بطريقة مختلفة هناك قصف وهنا وهنا قصف بطريقة أخرى ولكن هذول الخمسة شهر اللي أنتوا ما اشتغلتوا فيهم في عليكم الانتزامات صح ولا لا مياً مياً في البداية أول شيء الله يعين أهلنا في غزة يعني الواحد ممكن بده يحكي عن الوضع اللي هم وجوده هون بس يعني الواحد مست هيحكي من ناحية أنه الوضع اللي هو بعاني منه وضع مادي مقابلة في الوضع اللي هم بعانوا فيه أنه هم بأدموا أرواح بأدموا يعني أنه هم فيه شهداء عندهم مش زيك أما من باب الوضع القائم هون هون البلد القديم يبدأ تقول تقريباً قبل سنتين ثلاثة الكورونا الكورونا يعني عانينا من الكورونا الله بعلا ما الحناش نطلع من الوضع شوي هيكد نشد عظمنا ناخد شوية نفس زي ما بوله دخلت علينا الحرب هاي من خمسة شهر لليوم وضع البلد القديم هون بدك تقول سفر يعني الوضع لا يرتى له من مرة الحكومة كثير مشددة على مداخل باب العمود ما بتدخل الناس نوعاً ما البلد القديم هون إلا وضع خاص مربوطة في الأمل والأمان صح إذا في أمان في أي محل في الدنيا هون الناس بتيجي الناس بتيجي ما بتخاف صح لو بصير مشكلة مش بس في البلد القديم لو بصير أي مشكلة خارج أصوار البلد القديم تسكر بواب البلد 100% والناس نوعاً ما بتخاف تنزل على البلد القديم صحيح 100% سؤال الالتزامات اللي عليك الضرائب التأمين الأرنونة بتأجل؟ لا والله ما بتأجل يعني بتراكم وبتراكم عليه كمان الفوايط تعته 100% بتراكم وتتراكم عن الفوايط 100% طيب شو اللي بخليك فاتح سكر على الناس وروح أملنا بربنا كثير وإحنا الولدنا هون وبدنا نعيش هون وبدنا نموت هون ولا مرة بنطلع من هون إحنا زي بنا نطلع من البلدة اللذيمة بنطلع من هون على قبورنا الغري سلامة عمرك حبيبا الله يبارك فيك ويخليكم ويديمكم دائما إحنا وأهلنا في غزة وكل أنحاء العالم إحنا مع الإنسان أينما كان الإنسان الذي يمتلك ضمير ويشعر مع أخيه الإنسان وإلا لما قال محمد عليه الصلاة والسلام كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعدا سائر الجسد بالسهر والحمة الله يفرج على أهلنا يا رب أو إحنا اللي بنادبو لا يذكر ولا إشي مع اللي بأدبو هم هنا كده الله يفرجها عليكم الله يديمكم يا رب ويفرجها على الجميع يا رب الله يهدي البال علينا وعليهم من هون من هذه الناس اللي فعلا بتقول نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون نواصل معكم هذه الحلقة الجديدة دائما من برنامج ناس وحراس يا رب يا رب يا رب يا رب جئنا تائبينا فهبلنا ستران جميلا منك يا رحمن يا رب يا رب ننور عليك ويديم هذا الصوت والصح عليكم كل عام وانت بخير ما زلنا معكم مواصلين برنامج ناس وحراس من هنا من القدس من الواد إلى المسجد الأقصى المبارش ما زلنا أحبتي مواصلين معاكم برنامج ناس وحراس من هنا من طريق الواد المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك تحديدا يؤدي هذا الطريق إلى ثلاثة أبواب من المسجد الأقصى باب المجلس وباب الحديد وباب القطانين ومن ثم منطلع لباب السنسلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم سبعة الخير الله يسعدك ويبارك في عمرك يا ربي نتعرف حضرتك أهلا وسهلا في السعير يا أميد أهلا وسهلا وعم الحج أبو إيش البركة أبو إيش البركة أبو العبد أبو العبد حياك الله أبو أشرف أنا شفتكم جايين مع بعض الصحاب من قديش قديش زمان يعني ستين سنة وقتا ستين سنة ومصمدين أصحاب لهلأ طب يتعلموا شباب اليوم الصحبة بتقعدش عشر دقايات الصحبة معهم بعود بغير يعني على الأقصى ناس دين إن شاء الله الله يتقبل مننا ومنكم يا رب الطاعة طب بدي أسألكم سؤال أنا إن شاء الله رب العالمين وهذا السؤال عليه جائزة مقدمة من برنامج ناس وحراس بما أنه أنتم من ناس الأدسة وحراسها يعني إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السؤال بيقول الله ما تصلي على سيدنا محمد مذبحة صبرة وشتيلة شعبنا الفلسطيني اتعرض لكتير من المآسي لبنان ها لسه ما الحيتاش أسأل ما شاء الله صبرة وشتيلة في لبنان صحيح على إيدين شارون على إيدين شارون والكتائب على إيدين شارون والكتائب ارتكبت ندبحت صبرة وشتيلة عام 1982 1982 1982 1982 في أي مخيم صارت؟ صبرة وشتيلة في صبرة وشتيلة صحيح كلامه؟ صحيح يعني صاحبهم الستين سنة بدك تكذبه مش معقولة إذن كلام سليم مذبحة صبرة وشتيلة وقعت عام 1982 في مخيمي صبرة وشتيلة في بيروت بمأحاط شارون طوأ بيروت وقامت الكتائب بارتكاب هذه المذبحة ونحن ما زال شعبنا الفلسطيني يقاوم المدابح ويقول دائما نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون عمي هذه جائزة بسيطة مقدمة لكم انتو اتنين بمعنكم اصحاب من برنامج ناس وحراس ما زالنا مواصلين معكم من هون من الواد برنامج ناس وحراس خليكم معنا لاستمرار هذه الحلقة من على كتة المسجد الأقصر مبارك في طريق الواد نواصل معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس الناس الذين يقولون دائما نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون السلام عليكم رمضان كريم ممكن تعلق المايك بعد ازنك زي الملقاطة فيها عارفة انشوريش ايوه ما شاء الله رمضان كريم الناس دي تتسوقي شو رأيك في الناس اللي بتبالغ في الاكل والشرب خاصة في رمضان هذا اللي احنا عم نشوف مشاهد المبين بسهر والوقت والناس داربة الواحد يعني ازا اصطايم الواحد بدي يقول يديني الحمد لله نشكر الله عقول شي يقول لنا مش ملاقيين ها حمد للنا من الدعاة سبح حمد لله اللي كمنا معنا باسترشار امين امين يا رب العالمين اذا انحنا لسه خازنا في نعمة من الله سبحانه وتعالى وندعو الله ان يمنع اهلنا في غزة يا ربي بطهر بالفرج الله اهد ما نفرضنا عليها ويتقوينا عليها وسد امين امين يا رب العالمين طيب ام ديش البركة ام احمد ام احمد فيه سؤال وعليه جائز ان شاء الله ما ترجيش يعني السؤال ان شاء الله بسيط طيب من هو الحيوان الاقوى ذاكرة من الجمال الجمال شو بسموه الحيوان الايش صبور صبور بنفس الوقت حقود حقود بس بحمل اذا الاقوى الجمال الحيوان الاقوى ذاكرة هو الجمال جوابك صحيح يا ام احمد هذه الجائزة مقدمة اليك من برنامج ناس وحراس ومقول لك رمضان كريم وكل عام وهنتي بألف خير يا رب الى هنا احبتي ننهي معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس من طريق الواد الى المسجد الاقصى المبارك الناس الذين يقولون دائما نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون الله يدينكم صنديل صابرين مرابطين بهذه الارض دائما وكل عام وانتم بألف خير بنشوفكم بالحلقة القادمة باذن الله كونوا معنا دائما على الموعد السلام عليكم السلام عليكم